بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا معكم المشرفة التربوية بدرية الذروي سأكون معكم بإذن الله لشرح مادة الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني الوحدة الخامسة واجهتي للعالم خدمات الإنترنت وبناء المواقع كما تعرفنا مسبقا هذه الوحدة الخامسة واجهتي للعالم تركز وتسلط الضوء على الخدمات التي يقدمها لنا الإنترنت والتي يتيحها لنا قدمنا لنا كانت موضوعات الوحدة ندينا اللي هي خدمات الإنترنت تحدثنا مسبقا عن جميع الخدمات التي توفر لنا الإنترنت وكيف يعطينا إمكانية التواصل كيف أصبح العالم قرية صغيرة من خلال التواصل من خلال شبكات الإنترنت المتعددة أيضا يعطينا إمكانية تبادل المعلومات والاشتراك في الموارد من خلال مثلا شبكات الاجتماعية المتعددة أيضا شرحنا التعاملات الإلكترونية بحيث تمكننا من تقديم العديد من الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى التواجد في نفس بيئة العمل وأكبر شاهد ودليل على ذلك ما يتم الآن من شرح عن بعد لهذه الدروس والطلاب ولله الحمد في منازلهم ننقل لهم صوتا وصورة هذه المناهج وهذا أكبر دليل وشاهد على الخدمات العظمى التي يقدمها لنا الإنترنت هذا في الجزء العملي وتعرفنا عليه في الجزء العملي بينما في التدريبات العملية أو في الجانبات عفوا تعرفنا على ما سبق في الجزء النظري بينما في التدريبات العملية تعرفنا في الأسبوع أو في الحصة السابقة على التدريب الأول وهو إنشاء المواقع الإلكترونية باستخدام برنامج المايكروسوفت إكسبريشن وفور وهو أحد برامج المايكروسوفت بإذن الله سأكون معكم اليوم في التدريب الثاني هو التعامل مع الصفحات وفي الحساس القادمة نتعرف على إدراج الوسائط المتعددة وأيضا لشرح الارتباطات التشعوبية إذن درسنا لهذا اليوم بإذن الله قبل أن نبدأ في درسنا أمامكم الآن صفحتين لموقعين تم إنشاؤهما بواسطة برنامج المايكروسوفت إكسبريشين وفور هذه الصفحة هذا الموقع الأول هذا الموقع الأول وهذا الموجود على اليسار الموقع الثاني نفكر قليلا أنت كمتصفح للإنترنت أي يوم تفضل للبحث عن المعلومة الموقع الموجود على الجهة اليمنى أم الموقع الموجود على الجهة اليسرى ولماذا؟ نفكر قليلا أنت الآن متصفح صفحة الإنترنت وتريد أن تبحث عن المواقع ماذا ستفضل؟ أيهما أي المواقع؟ أكيد الغالبية سنفضل اللي هو الموقع هذا لماذا؟ بالرغم من أن كلاهما يتحدثون عن التقنية كلاهما تم تصميمهم بواسطة برنامج المايكروسوفت إكسبريشين وفور ما السبب؟ ما الذي جعلنا أن نفضل الموقع هذا على الموقع السابق؟ السبب واضح هو الإخراج الفني لهذا الموقع هذا الموقع لاحظوا معي الإخراج الفني فيه جميل مرتب الكلمات منسقة تمعمل تنسيق إضافة ألوان إضافة خلفيات فجانب الإخراج جدا جدا مهم ونقطة أساسية عندما ننشئ أي موقع ينبغي أن نركز على عدد من النقاط أنت الآن كطالبة أو كطالب نستطيع ننشئ مواقع هذا شيء عظيم جدا لكن عندما نريد أن ننشر هذه المواقع نلاحظ أنها ستنشر للملأ فينبغي أن نركز على عدد من النقاط أولا الموقع هل هو هادف أم لا ينبغي أن يكون الموقع هادف ويخدم المجتمع بمختلف فئاته أيضا الدقة والمستاقية في المواضيع التي ستطرح من خلال هذا الموقع وأخيرا الجانب الفني والأخراج الفني فكلما كان الموقع منسق كلما كان الموقع منظم كلما كان أفضل ويجذب المتصفحين لزيارة هذا الموقع وهذا بإذن الله ما سنتمكن أو سنصل إليه بإذن الله من خلال التدريبات العملية التي سنشرحها خلال هذا الفصل إذن درسنا اليوم بمشيئة الله سيكون التدريب الثاني اللي هو التعامل مع الصفحات سنتعرف على آلية فتح الموقع أيضا طريقة كتابة النص وتنسيقه أيضا طريقة تغيير خلفية الصفحة وأخيرا سنعمل معاينة للصفحة قبل نشرها على مواقع الإنترنت مستعدين نبدأ بمشيئة الله في البداية متطلبات التدريب حتى نستطيع العمل في هذا التدريب ينبغي أن يكون لدينا متطلبين أساسيا برنامج المايكروسوفت إكسبريشن ويب فور وجهاز حاسب آلي برنامج المايكروسوفت إكسبريشن ويب فور سبق وحملناه في الحصة وتم تحميله في الحصة السابقة برنامج سهل وسلس ويمكن التعامل معه ببنتها البساطة نبدأ بمشيئة الله نبدأ الآن خطوات التدريب بداية هذا الآن أمامكم سطح المكتب في البداية حتى نفتح أي برنامج مثل ما نحن متعودين في جميع البرامج التي تم دراستها مسبقا أذهب إلى قائمة ابدا أذهب إلى قائمة ابدا ثم أختار اسم البرنامج ثم أختار اسم البرنامج من البرامج الموجودة أمامي إذن قائمة ابدا ثم أختار اسم البرنامج من البرامج الموجودة أمامي وأضغط على الزر الأيسر للموس سيفتح معي البرنامج فتح الآن البرنامج هذا أمامنا البرنامج وسأسترجع معكم بشكل سريع أهم المكونات الأساسية للبرنامج البرنامج يحتوي على شريط شريط اللي هو الأدوات أو القوامل المنسدلة يحتوي أيضا على شريط الأدوات القياسي يحتوي أيضا على شريط الخصائص وأيضا يحتوي على مربع الأدوات ومنطقة العمل وهذا سبق وأخذناه وتعرفنا عليه بالتفصيل في الحصة السابقة أنا الآن أريد إنشاء موقع أو عفوا أريد أن نفتح الموقع الذي تم إنشاؤه في الحصة السابقة كيف سنفتح هذا الموقع؟ أولا أضغط على سايت ثم أضغط على أوبن سايت إذن أضغط على قائمة سايت أو بمعنى موقع من شريط القوائم المنسدلة تنسى دلي قائمة تحتوي على مجموعة من البرامج أو الأوامر عفوا أختار أوبن سايت اللي هو فتح موقع عند الضغط عليها سيظهر لي مربع حوار أو نسميه دايلك بوكس يحتوي على جميع المواقع التي تم تصميمها بواسطة البرنامج لاحظوا معاي هذه البرامج أو المواقع التي تم تصميمها مسبقا على هذا البرنامج أختار الموقع الذي أرغب بفتحه من هذه المواقع ثم أضغط على أوبن أختار الموقع ثم أضغط على أوبن يفتح معي الموقع هذا الموقع الذي تم تصميمه وإنشاؤه في الحصة السابقة لاحظت أن شاءنا الموقع وكان يحتوي على صفحة واحدة فقط أسميناها بالصفحة الرئيسية لفتح هذه الصفحة وحتى أستطيع التعامل مع هذه الصفحة أضغط عليها بالزر الأيسر للماوس أضغط عليها بالزر الأيسر للماوس تفتح معي الصفحة فتحت الآن الصفحة أصبحت الآن مثلكم الصفحة بيضاء الآن يفترض أن أبدأ بعملية الكتابة بداخل هذه الصفحة كيف ستتم عملية الكتابة بداخل هذه الصفحة؟ أذهب بالمؤشر في أي مكان داخل هذه الصفحة ثم أضغط على ثم أبدأ بعملية الكتابة كتبنا كلمة أخبار التقنية كتبنا كلمة أخبار التقنية أريد كتابة عبارة أخرى أضغط على انتر وأبدأ بكتابة الكلمة الأخرى اللي هي موقع يهتم بأخبار التقنية هذا الآن نص عادي كتب بالخط العادي أرغب الآن بتنسيق هذا النص أخذنا مسبقا في برامج معالجات النصوص أنواع التنسيق وما هي التنسيقات التي يمكن إجراهها على النص مثل ماذا التنسيقات؟ لنفكر قليلا أو نرجع بالذاكر إلى الوراء في برنامج معالجات النصوص تم دراسته في الصف الأول المتوسط اللايبر أوفيس رايتر ما هي أنواع التنسيقات؟ نستطيع أن نغير حجم الخط نستطيع أن نغير لون الخط نستطيع أن نغير نوع الخط وأيضا نستطيع أن نغير موقع الخط لاحظوا معاي هذه التنسيقات نوع الخط حجم الخط موقع النص وأيضا لون الخط حتى أجري هذه التنسيقات على النص ينبغي في البداية أولا نقوم بعملية تضليل النص نقوم بعملية تضليل النص كيف نضلل؟ نضلل من خلال الضغط على زر الماوس واستمرار بالضغط على الكلمة حتى تتضلل بالكامل بعد أن أضلل أنا مثلا بعد أن ضللت كلمة أخبار التقنية أريد عملية تغيير نوع الخط أضغط على القائمة الخاصة بأنواع الخطوط نضغط على القائمة الخاصة بأنواع الخطوط تنسدل قائمة فيها مجموعة من الخطوط أختار الخط الذي أرغب فيه ثم أضغط على زر الماوس يتغير معي نوع الخط نفس الوضعية بالنسبة للحجم وأنا مضلل للكلمة أضلل للكلمة وأختار الحجم الذي أرغب فيه ولاحظوا معي الحجم لدينا قد يكون small large x small أختار الحجم الذي أرغب فيه ثم أضغط على الماوس ويتغير معي الحجم بعد ذلك لدي أيضا أريد أن أغير الآن موقع النص أريد مثلا في الوسط لدهر اليمين إلى اليسار حسب ما ترغب فيه كمستخدم أو كمصمم للموقع الآن لاحظوا معي وضعناه في الوسط الآن أريد أو أرغب بتغيير لون الخط بنفس الآلية أضلل ثم أختار الأذهب إلى قائمة ألوان الخطوط ثم أختار اللون الذي أرغب فيه ومن ثم عملية أضغط على كلمة أبلي كلمة أبلي الموجودة هنا حتى أعتمد اللون الخط الجديد أصبح الآن لدي الموقع كتبنا ونسقنا وغيرنا اللون وغيرنا الموقع كل هذه الأوامر تمت من خلال التضليل ثم الذهاب إلى شريط الأدوات القياسي واخترنا اللون واخترنا النوع وغيرنا أيضا حجم الخط الآن هذا الصفحة من الموقع واجرنا على التعديلات وتم الهدف الأول هو كتابة نس وتنصيقه أتمنى أن يكون الهدف الأول واضح ننتقل هدف الثاني من أهداف هذا الدرس أو التدريب العملي اللي هو هدف تغيير خلفية الصفحة أنا الآن الخلفية جميع أنتم شايفينها أمامكم بيضاء أريد أن أغير هذه الخلفية ولدي خيارين في تغيير الخلفية إما أن أغير الخلفية فقط مجرد تغيير اللون أو بإمكاني تغيير الخلفية من خلال إضافة صورة أنا اليوم سأغير الخلفية من خلال إضافة صورة لهذا الموقع أضغط أذهب بزر الموس في أي مكان داخل الصفحة وأضغط على الزر الأيمن للموس ستنسد القائمة هذه القائمة تعرفنا عليها مسبقا في برامجنا السابقة ماذا نسميها؟ نسميها قائمة الأوامر قائمة الأوامر أختار أمر page property أختار هذا الأمر page property بالضغط على هذا الأمر بالضغط على هذا الأمر سيظهر لدينا مربى حوار أو نسميه dialogue box يحتوي على مجموعة من الخيارات أنا أريد أمر formatting أو التنسيق هو الذي هم أمر formatting أو التنسيق أضغط على formatting أو التنسيق يظهر لي مربى حوار آخر يعطينا عدد من التنسيقات ويعطينا خيارات هل تريد picture background تريد لها picture أو صورة أم تريد تغيير اللون إذا أردنا تغيير اللون أذهب إلى color وأغير اللون وإذا أردنا إضافة صورة أضغط على picture background ثم أضغط على browse لماذا أضغطنا على browse أو تصفح حتى أستجلب الصورة أنا أريد الصورة أن أضيفها صورة موجودة عندي مثلا في الجهاز مخزنة أضغط على browse حتى أخذ هذه الصورة ووضيفها إلى موقعي بعدها تظهر لي جميع الصورة الموجودة عندي في الجهاز أختار الصورة التي أرغب فيها أختارها بالضغط عليها ثم أضغط على كلمة open ثم أضغط على كلمة ok إذن بعدها اختيار الخلفية background picture أضغط على browse متصفح أختار الصورة ثم أضغط على ok أصبحت لدي الآن الخلفية وأصبحت موجودة لدي في الموقع إذن الآن غيرنا الخلفية وغية الصفحة الموقع الهدف الأساسي من إنشاءه أن أنشره على الإنترنت قبل النشر لابد أن أتأكد هل الموقع سليم؟ هل يحتاج إلى تعديلات؟ وكل ذلك يتم بعملية المعاينة نعم العملية معاينة للصفحة قبل نشرع الإنترنت كيف تتم عملية المعاينة؟ تتم عملية المعاينة نذهب إلى قائمة من شريط اللدوات أو عفوا من القائمة المستدلة نضغط على قائمة file أو ملف ثم تنسدل لقائمة أوامر أختار منها قائمة file أو ملف تنسدل مجموعة أوامر رح أختار منها اللي هي preview browser اللي هي معاينة في المتصفح تنسدل أيضا قائمة أخرى فيها جميع المتصفحات التي نستطيع نشر الموقع عليها مثل متصفح Chrome، Internet Explorer نختار مثل متصفح Chrome المتصفح الذي نرغب في النشر عليه بالضغط عليه ستظهر لي الصفحة طبعا في البداية سيطلب مني التخزين قبل عملية عرضها على المتصفح سيطلب مني التخزين هذا العاني العمل كله داخلي داخل الجهاز سيطلب مني عملية التخزين أضغط على OK ويطلب مني تخزين الصورة الموجودة لدي إحنا أضفنا صورة فريد أن تضاف هذه الصورة لداخل موقعي وأضغط على OK رح يخزن الموقع وأيضا رح يخزن الصورة بداخل الموقع كل ما نضيفه من وسائط أو صور لابد أن تخزن داخل الموقع حتى يصبح الموقع حقبة متكاملة ضغطنا على OK سيظهر لدي الموقع هذا الآن شكله في المتصفح طبعا هذا ما زلنا مثل ما نقول لكم الآن هذا العمل كله داخلي داخل الجهاز يعني الآن لم ينشر على الإنترنت بإمكاني تدارك الموضوع بإمكاني أن نعدل بإمكاني أن نضيف بإمكاني أن نسق تنسيقات أخرى إذا رغبنا تأكدنا الآن من شكل الموقع في المتصفح بالتنسيقات التي نرغب فيها بإمكاني أرجع مرة أخرى للبرنامج بالضغط على قائمة X أو رمز X الموجود هنا لحتى نعود مرة أخرى إلى الموقع أو إلى البرنامج إذن بهذه الآلية يتم عملية المعاينة للصفحة قبل نشرها داخل الإنترنت قبل أن ننتقل الآن معكم للتطبيق العملي هناك سؤال بسيط سنعمل عملية أصف ذهني لكم لما تم دراسته مسبقا أداة البروفيون براوسر معاينة في المتصفح الموجودة في برنامجنا اليوم Microsoft Exhibition Web 4 هناك أداة شبيهة بها موجودة في برنامج اللايبر أوفيس رايتر وتؤدي نفس العمل برنامج اللايبر أوفيس رايتر درسناه في الصف الأول المتوسط هو برنامج معالجة النصوص يقوم بمعالجة النصوص هناك أداة شبيهة بها وتقوم بنفس العمل ما هي هذه الأداة؟ نفكر قليلا ما هي هذه الأداة؟ تقوم بنفس العمل موجودة في برنامج LibreOffice Writer إحسنتم هي أداة معاينة الصفحة أو Page Preview معاينة الصفحة أو Page Preview هذه الأداة تقوم بمعاملية معاينة للصفحة في برنامج معالجات النصوص تقوم بمعاينة للصفحة قبل طبيعتها وإخراجها كمستند نهائي للمستخدم بينما Preview Browser تقوم بمعاينة للموقع قبل نشرها على الإنترنت كلها تعمل عملية معاينة والتأكد قبل النشر أو قبل الطدقة إذن هذا أهم أهداف أو أهم ما ورد في الدرسنا اليوم واضح؟ ننتقل الآن للتطبيق العملي واضحة جزية هذه ننتقل الآن للتطبيق العملي مستعدين؟ مستعدين نبدأ الآن بالتطبيق العملي على البرنامج في البداية نفتح البرنامج كيف نفتح البرنامج؟ طبعا من قائمة ابدأ من قائمة ابدأ أضغط على Microsoft Expression Web 4 بداي الآن هذا الآن الموقع التطبيقي العملي أضغط على Site ليفتح الموقع أضغط على Site ثم Open Site أختار الموقع الذي نرغب بالعمل عليه مثلا هذا الموقع نريد مثلا إضافة صفحة لداخل هذا الموقع أضفناها مسبقا نضيف صفحة أخرى رح أضيف صفحة HTML داخل الموقع أوكي نريد كتابة نص نبدأ بعملية الكتابة مثلا نريد إنشاء موقع المملكة العربية السعودية وطننا الذي كلنا جنود في خدمة هذا الوطن وكلنا شعارنا هم نحو القمة لاحظوا معين الكتابة من اليمين إلى اليسار أضغط في أي مكان هذا أخذناه في حصة سابقة على خصائص الصفحة على زر الأيمن للموس خصائص الصفحة ثم غير الاتجاه من اليمين إلى اليسار ثم أوكي للتغيير اللون الخط حجم الخط لحظوا معنا هنا خطأ إملاي أعدله أضل من هنا أغير النوع أغير الحجم أجعله في الوسط هذا مثلا خليه غامق أجعله بنفس اللي أخذناه مسبقا في برامج معالجات النصوص بنفس الآلية أختاره مثلا اللون الأحمر ثم أقول هذه الآن عملية الكتابة والتنسيق طيب كيف نضيف خلفية للنص عن طريق أو الموقع عفوا أضغط على زر الأيمن للموس خصائص الصفحة فورماتينك أضع علامة صحة على البكتر باكتجروند بكتر ثم براوس أتصفح الصورة التي أرغب فيها أريد أضافتها للموقع أريد أضافتها للموقع أنا مثلا أريد أضافت هذه الصورة أختار الصورة ثم أوبن وأوكي تضاف الآن للموقع الخطوة الأخيرة اللي هي المعاينة من قائمة فايل أختار معاينة في المتصفح أختار الكروم فيطلب من التخزين يقول نعم خزن الموقع يخزن للصفحة ويخزن للصورة داخل هذا الموقع ثم تظهر للصفحة في المتصفح هذا الآن شكل الصفحة X للعودة إلى البرنامج وابحة الصورة إذا ماذا تعلمنا اليوم نتمنى أن يكون الدرس واضح شاكلكم لاستماعكم تعلمنا اللي هي آلية فتح الموقع تعلمنا اللي هي آلية فتح الموقع تعلمنا أيضا كتابة النصي وتحريره تعلمنا تغيير خلفية الصفحة ومعاينة الصفحة كمهمة ختامية أطلب منكم تنفيذ التمرين الموجود في الكتاب صفحة 103 هذا والصلاة والسلام على أفضل المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر